طب أنا لما أجي أحكي حدوتة لبنتي أو ابني بديهم كده عارف حدريك يعني المعلومة دايماً يقولك احكي حدوتة وحط فيها المعلومة دايماً الأطفال بيميلوا أكتر للحواديد بيميلوا أكتر حتى لدلوقتي الشباب حتى لازم تحكيلوا عشان مثلاً أجي أقول له مثلاً ما تقربش المخدرات فلازم أجي ألف لفة كبيرة عشان أحكيله القصة والقصة دي أدي له فيها الحكمة أو أدي له فيها النصيحة لما نيجي نحكي دلوقتي على انتصارات أكتوبر عشان الناس تفهم أهمية الحرب دي يعني نحكيها إزاي يعني أنا دلوقتي أم وأنا دلوقتي أب ودلوقتي بتفرجوا على الحلقة لازم أفهم ولادي أهمية انتصارات أكتوبر وإيه حرب أكتوبر لازم نساهمهم أن المنطقة طول عمرها مشتعلة وطول عمرها فيها مشاكل زي ما احنا للأسف عايشين دلوقتي عايشين قادم ولكن لازم نفهم أولادنا والجيل اللي جاي بعدنا أن مصر هي الدولة الوحيدة اللي قدرتنا توقف ضد الاحتلال الإسرائيلي وتنتصر عليه في كل المعارك وكل الحروب اللي خضوها العرب ضد إسرائيل ودي فخر لازم كلنا نفتخر به أن مصر في حرب أكتوبر ردت كرامتها وردت كرامتها العرب كلهم المشاكل مع إسرائيل تمتد ليه أكتر من 70-80 سنة يمكن من قبل كمان تأسيس دولة إسرائيل من بدايات هجرات المستوطنين في بداية القرن العشرين وأواخر قرن 19 كمان فكان الصدام ما بين العرب واليهود قديم جدا فده اللي خلى فيه أزمة كبيرة ما بين الهرب واليهود مع تأسيس دولة إسرائيل وإحنا كمان كان في مصر كان في نسبة يهود كبيرة قوي عايشة في مصر ولكن كانوا مصريين كانوا يهود مصريين كانوا يهود مصريين وعايشين معانا وفي أفرحنا وفي مناسباتنا وفي منهم اللي طلعوا في ثور 19 في منهم اللي ضفوا عن مصر ففكرة اليهود اللي هاجروا لإسرائيل أو اللي خرجوا بر مصر اللي راحوا أمريكا وأوروبا فيه يهود كتير فضلوا في مصر ده اعتزازهم بمصريتهم أكتر من كونهم يهود قد أن مصر لها هوية وطابع بيغلب أي انتماء تاني